اشتركوا في القناة اسمها الخياشيم ودي بتمثل عضو التنفس في الأسماك واللي تمتص الأكسوجين الدايب في المية زي ما الإنسان بيمتص الأكسوجين من الهواء الأسماك بتمتص الأكسوجين برضو ولكن من الماء عن طريق الخياشيم طب ده مين ده ده الفم بتاع السمكة واللي بيدخل من خلاله المية في فين في فم السمكة طب أول ما المية تخش من فم السمكة يبقى هي سحبة المية أم أكسوجين يوم يحصل إيه خد بالك تقوم الأوعية الدموية بتوزيع الأكسوجين على باقي أجزاء الجسم ويتم دفع الماء نحو الخارج من الجهة الأخرى للخياشيم كلنا لما منبص للسمكة بنبص من الزاوية دية بنشوف أن جنب يمين وجنب النحية التانية جنب يمين في خياشيم وجنب شمال في خياشيم طب لو المية دخلت من الجنب تخرج من الجنب الآخر ولكن الخروج محمل بساني أكسيد الكربون والدخول محمل بالأكسوجين يعني سبحان الله كإنها عملية عكسية زي اللي في الإنسان عملية شهيق وزفير ولكن هنا دخول وخروج دخول محمل بالأكسوجين خروج محمل بساني أكسيد الكربون من الجهة الأخرى طب لو حد سألنا الخياشيم دي تعتبر تكيف تركيبي ولا سلوكي أقول له من التكيفات التركبية ليه لإنها تكوين خلق ربنا سبحانه وتعالى في الأسماك وحالة فريدة تخص الأسماك اللي بتعيش تحت المية طب السمكة محتاجة مية إيه محتاجة مية نظيفة للبقاء على قيد الحياة المية الملحة نظيفة والمية العزبة اللي في الأنهار نظيفة يبقى المية العزبة والملحة بدم نظيفة تنفع الأسماك ولا ينفعها الماء الملوث نيجي للسؤال اللي بعده سؤال جميل أوجه التشابه والاختلاف بين الجهاز التنفسي في الإنسان والجهاز التنفسي في الأسماك هنتكلم على المقارنة من حيث أوجه التشابه ومن حيث أوجه الاختلاف الحاجة اللي بيتشابه فيها السمكة والإنسان هي إيه؟ إن اللي اتنين سوا بياخدوا الأكسوجين ويخرجهم ساني أكسيد الكربون يبقى دي أول عنصر تشابه طب العنصر التاني العنصرين أسماك وإنسان بياخدوا الأكسوجين وما فيش أنانية يوزعوهم على جميع أجزاء الجسم يبقى وجه التشابه يا شطار حاجتين ده بياخد الأكسوجين ويطرد ساني أكسيد الكربون والتاني زيه اللي اتنين بيوزعوهم على أجزاء الجسم وما بيحصلش انفراب بالغزل وحد معين طب جاءوا أوجه الاختلاف الإنسان بياخد أكسوجين آه بس من خلال الرئاتين اللي بتستخلص الأكسوجين من الهوى لكن الأسماك بتستخلص الأكسوجين آه ولكن عن طريق الخياشين من المية نبقى لو حبيت أقولها ببساطة الإنسان يستخلص الأكسوجين من الهوى بالرئاتين الأسماك تستخلص الأكسوجين بالخياشين من المية تعالوا لسؤال صح وغلط تتنفس الأسماك الأكسوجين عن طريق أقوله عن طريق الخياشين عضو تنفس مهم دي نمرة واحد نمرة اثنين تعدي الخياشيب من التكيفات ايه أقوله التركبية لأنها من خلق ربنا سبحانه وتعالى يبقى تكيف تركيبي يساعد الأسماك على العيش تحت الماء نمرة ثلاثة تستخلص الأسماك إمن المية السمكة بتاخد إمن المية بتاخد الأكسوجين ولكنها تطرد ساني أكسيد الكربون نمرة اربعة تحتاج الأسماك إلى مية ايه أقوله إلى ماء نظيف للعايش تحت الماء وللبقاء على قيد الحياة نجي للسؤال اللي بعده منشاط جديد اسمه تأثير الإنسان على البيئة هل الإنسان بيأثر على البيئة طبعا لأن الإنسان بيعيش ويتعايش في البيئة وفي الحياة يبقى أكيد له أفضال إيجابية وأكيد له أعمال سلبية يبقى له تأثير بالشكلين طيب هل في تغيرات ممكن تطرق على البيئة تطرق يعني تحدث على البيئة بقى لك آه في نوعين من التغيرات يا أولاد تغيرات طبيعية الإنسان مالوش دخل بيها بفعل الطبيعة من عند ربنا سبحانه وتعالى أما في أنشطة بشرية ودي الإنسان هو السبب فيها طيب يجي ولد يقول لي بديني مثال أقول له أديك أمثلة لو حصل تغير في درجات الحرارة جو حر جو سأعة الدنيا مطرط الدنيا فاريح ده حاجة مناش دخل بيها يبقى تغير درجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا تغير طبيعي ده حصل حرائق في الغابات مناش دخل بيها ده كمية المطر اللي بتتساقط على مدار السنة كتير أو أليلة أو مفيش أو في مناخ قاسي ده تغيرات طبيعية ده حصل فيضمات والمية زارت عن حداف بعض الدول ده تغيرات طبيعية يبقى الأربع أمثلة اللي أنا ذكرتهم دول تغيرات طبيعية من عند ربنا سبحانه وتعالى أما الأنشطة البشرية اللي بفعل الإنسان يجي يقولك ده الإنسان قطع في الغابات عشان يستفيد بالأشجار بتاعتها أو عشان يبني عليها ده الإنسان عمل تجريف للطربة عشان ما عادش يزرع ويبني عليها يبقى دي أنشطة بشرية سيئة ضارة بالبيئة ملء المستنقعات إذالة الكثبان الرملية الموجودة على الشواطئ ده تصرف بشري يبقى دي من التصرفات البشرية ده منهم مجتمعات عمرانية أنشطة بشرية ده أدخل أنواع من النباتات والحيوانات والأمراض على البيئة زي مثلا مرض القورونا كده ويقال إنه اتصنع وينتشر وأفعال اضرب البيئة يبقى لم يكن موجود في يوم من الأيام أو جزء منها ولكن تم عمله علشان نشط بشري وهو ضار بالبيئة يبقى الثلاث أمثلة دول أنشطة بشرية لأربع أمثلة دول أنشطة وتغيرات طبيعية طيب لو حبنا نتكلم على النشاط البشري هل له تأثير سلبي على البيئة؟ طبعا الأعمال السيئة هيكون لها تأثيرات سلبية طب ديني أمثلة تشريد أنواع أصلية من النباتات والحيوانات لعدة قرون إن الإنسان يقضي على نباتات معينة أو حيوانات معينة حتى تنقرد وتختفي من البيئة يبقى نشاط سيء وسلبي إنه يعمل تلوس للهوى بالمبيدات الحشرية أو بعوادم السيارات أو بعوادم المصانع اللي بتعمل بشكل غير صحي وغير صحيح وغير سليم إيه كمان تلوس التربة وتلوس المجاري المائية سفينة ماشية وتقوم رمية مخلفتها في البحر لوسته رمية حاجة في النهر لوسته إحنا نرمي قزورات في المياء لوسناها يبقى دول ثلاث أمثلة للأنشطة البشرية السيئة واللي لها تأثيرات سلبية طب قول لي يا مستر حامل إيه مظاهر التكيف اللي بتلجأ إليها الحيوانات والنباتات تجاه النشاط البشري مش فاهم يا مستر معنى السؤال يعني الإنسان أم بأعمال سيئة أضرد بالبيئة النباتات والحيوانات ضرها تعمل إيه علشان تعالج الموضوع ده قال لك سبحان الله تقوم النباتات بإنبات بزرها في مكان مناسب لبقاءها ونموها يعني كإنها بتعمل اختيار للإنبات طب بالنسبة للحيوانات تلاقيها سبت المكان الوحش ده ورح تنظم بيئة آخر علشان يلبي احتياجاتها وعلشان تقدر تبقى على قيد الحياة أطول فترة يبقى في وسائل للتكيف وسائل للمعالجة والهروب من جانب النباتات والحيوانات النسبة للنبات تقوم النباتات بإنبات بزرها في مكان مناسب لبقاءها ونموها بالنسبة للحيوانات اختيار نظام بيئي آخر يناسب احتياجاتها الغذائية طب هل يتأثر الإنسان بالأعمال والأنشطة اللي بيعملها بالبيئة طبعا يعني أنا كإنسان أعمل حاجات وحشة وضر نفسي طبعا من غير ما تؤصله بدون أصده وبأصده كمان الآثار السلبية لتلوص الميا والهوى على الإنسان طب ده كده يا مستر انت جمعت الاثنين هناخد عناصر تخص تلوص الميا وعناصر تخص تلوص الهوى لو حد رم حاجات وحشة في الميا يبقى دي بتساعد على إيه إن الميا اللي هتروح للنباتات ملوثة وبالتالي عدم نمو المحاصل يبقى النقطة دي على تلوص الميا طب لو الهوى ملوث وانا بس تنشقه صعوبة التنفس مش هقدر تنفس الرئتين بتاعته تتعب يبقى تدمير الرئتين ممكن يجي لأمراض صدرية يبقى الإصابة بأمراض الصدر ممكن كمان أمراض القلب يبقى الأربعة دول يخص الهوى وتلوثه ودي تخص تلوص الميا والخامسة يخص تلوص الماء والهوى معا ولكن بعدما الإنسان أنبأ فعل سيئة عايز يعالج هذه المشكلة إزاي بإنه يغير أسلوب حياته وينتقل لمناطق أقل تلوثا يبقى دي إيه يا أولاد طرق العلاج طرق البحث عن الحلول الصحيحة طب سؤال جميل قوي ما دور الإنسان في استعادة النظام البيئي لطبيعته الأصلية يعني إيه مستر يعني الإنسان يعمل إيه علشان البيئة ترجع جميلة وانضيفة وغير ملوثة قدر الإمكان عنده ثلاث حاجات ممكن يعملهم يمكن إعادة زراعة الغابات التي أزيلت يدور على مصدر الزرعات دي ويزرعها تاني يبقى كإنه بيعالج خطأه طب نمرة اتنين التخلص من العوامل الملوثة للهواء والمصنع مصنع مثلو بيلوث لا يعملو له فلاتر ومداخن مصنعو بيرمي قزراتو في المية لا معاتش يعمل كده إيه كمان الحفاظ على النباتات والحيوانات الأصلية مش تقصها وتزيلها وتبيدها يبقى كم عامل يا أولاد ثلاث عوامل نقولهم إمتى لو قالك ما دور الإنسان في استعادة النظام البيئي تمام يا أولاد يا ربي يكون سهل وبسيط ومفهوم بسم الله الرحمن الرحيم هنيجي المين لتدريبات كتاب الأضواء على الدرس الجميل ده يا أولاد أول سؤال بيقول لي إيه بيقول لي مين الحيوان اللي بيعتمد على اللاث إنه بيطلع لسانه كده ويلهس للحفاظ على برود الدسم كلنا عارفينه سعل بالفنك اللي بيشبه الكلاب نمرة اتنين تعتبر الرئتين من أعضاء أنهي جهاز أقول له من أعضاء الجهاز التنفسي الرئتين نمرة تلاتة الخيشيم من التكيفات أقول له من التكيفات التركيبية من خلق ربنا سبحانه وتعالى وتساعد الأسماك على العيش تحت الماء نمرة أربعة تمتص مين المية والسوائل من الطعام الغير مهضوم فاكر أما قلت لك في الجهاز الهضمي تمتص الماء من الفضلات ثم تطرد الفضلات دي وظيفة مين الأمعاء الغاليظة نجي لنمرة خمسة الدم ينقل ايه من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم أقول له استنى بدم من الرئتين يبقى دم نقي يبقى دم نقي يبقى دم ايه أولاد صافي غير ملوس يبقى دم محمل بالأكسوجين جاي منين يا دم من الرئتين يبقى جاي منقى نمرة ستة تتمتع الأبقار بأجهزة هضمي كبيرة وطويلة والمعدة عندها كم حجرة أيوة برافو عليك أربع حجرة وفاكرين أساميهم نمرة سبعة تنشر أشجار مين عبير أزهرها مين الشجرة اللي بتنظر عبير الأزهار علشان تجزب الخفافيش برافو عليك اللي قال أشجار الكبوك تنشر عبير الأزهار ونجي للسؤال اللي بعده أكمل العبارات السبعة الأتية وعطيني قائمة نختار منها يقوم من في الفم بترطيب الطعام مين اللي بيرطب الطعام عارفينه اللعاب اللي هو الريء طب تصب عسارات الكبد والبنكرياس بصب عسارة صفروية وبنكرياسية فين يا أولاد في الأمعاء الدقيقة الجزء الأخير اللي بتتم فيه عملية الهضم نمرة ثلاثة الكلاب لها أسنان أقوله حادة علشان تقدر تمزق الطعام نمرة أربعة العضلة الكبيرة اللي بتساعد على الشيق والزفير كلنا عارفينها اسمها عضلة مين عضلية الحجاب الحاجز اللي بتفصل الصدر عن البطن نمرة حمسة من التغيرات الطبيعية اللي بتطرق على البيئة اختار من فوق هتلاقي مين طبيعية يبقى الفيضانات فيضان الماء الزائد حاجة من الطبيعة نمرة ستة تساعد الجزور الطويلة في شجرة إيه إنها تصمد أمام الأمواج شجرة إيه شجرة إيه برافو عليك من الاختيارات شجرة المانجروف جزور فيها جيم مانجروف فيها جيم أنا بديك وسيلة للتذكرة لا تستطيع الحيوانات الوصول لورق شجر مين علشان الأغصان مرتفعة وعالية وعملة مظلة بدان مظلة يبقى شجرة الصنط المظلي سؤال وصل يحدث للكائنات التي لا تتوافر طرق تكيف كائنات مش قادرة تتكيف يحصل الله إيه تنقرد وتختفي يبقى دي نمرة واحد يا أولاد يظل الطعام دخلها عدة ساعات لما يبقى سائل تحتفظ بالطعام علشان يبقى سائل عدة ساعات مين المعدة يبقى دي بتاعي اثنين مرة اثنين المعدة يمتص جدرها الغزاء المكون للطعام مين اللي بتمتص الأغزية الأمعاء الدقيقة بعد ما يكتمل هضمها نمرة ثلاثة لا تستخدم الرئتين في عملية التنفس مين اللي بتنفسه من غرأتين الأسماك يبقى دي نمرة أربعة لأنها بتتنفس بالخياشين نجي لسؤال صح وغلط سؤال صح وغلط السؤال رقم كام أربعة السؤال رقم أربعة أول سؤال العيون في حرباء النمر تساعد على النظر في اتجاهين متعاكسين الإجابة صحيحة واحدة تدور على الفريسة وواحدة تبعد عن الخطر تنمو أشجار الكبوك في غبات السفنة وتعاني من نقص المياه لا مش الكبوك الإجابة غلط نمرة ثلاثة من الأنشطة البشرية اللي بتؤثر سلبا على البيئة إن الواحد يجر في الطربة طبعا الإجابة صحيحة تجريف الطربة يضر بالبيئة نمرة أربعة في عملية الزفير تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتنزل لأسفل هي فعلا بتنزل لأسفل بس مش تنقبض أمال تنبسط يبقى غلطة في كلمة يبقى دي غلط تتميز النباتات في البيئة الصحراوية بإن جزرها ضعيفة وقصيرة إجابة خطئة جزرها داعمة وقوية علشان تمتص المياه سؤال الخامس صنف التكيفات الآتية كل اللي هتعمله تقول سليك ولا تركيبي إرسالي النبات رسائل كريهة الرائحة عبر الرياح يبقى دا تكيف ايه أقول له بدان بيرسل يبقى تكيف سلوكي لأنه إجراء وفعل واتجاه وجود أشوك حدة وغطى خارجي خشن في التين الشوكي دا من خلق ربنا سبحانه وتعالى يبقى تكيف تركيبي النقطة الأولى والتانية خلاص نجي للتالتة الجسم المنتفخ لما حرباء النمر تنفخ بقها عند شعورها بالخطأ بالخطر يبقى دا تكيف ايه تكيف سلوكي يجي واحد يقول لك دا الفم يا مستر أقول له يا حبيبي وجود الفم تركيبي لكن إنها تنفخه دا سلوك يبقى تكيف سلوكي نمر أربعة شكل الأزن في فعلة بالفنك والسعلة بالقطبي دا تكيف ايه تركيبي لأن شكلها دا خلئة ربنا سبحانه وتعالى بالطل أو بالكسر أو بالكبر نمر خمسة تتمتع الحيوانات بمرونة التغزي على أنواع مختلفة كون إن عنده اختيارات أكل دا وسب دا يبقى دا إجراء يبقى دا تكيف ايه يا جماعة تكيف سلوكي دا السؤال الخامس ونروح للسؤال السادس والأخير اكتب المصطلح العلمي تكيف يطرق على سلوك الحيوانات أقول له انتغششتيني بدام قلت السلوك يبقى الإجابة ايه يا جماعة التكيف السلوكي اللي بعده عملية دخول الهوى محمل بالأكسوجين طالما الهوى دخل يبقى دي عملية مين الشغيق نمر ثلاثة هي مين حزر فزر اللي بتتفرع على جوانب شجرة الكبوك وتوصل لارتفاعات عالية إلى جزوع الشرق الشجرة وتعمل على استقرارها كمان في الأرض يبقى عيلة لفوق وساعدتها على الدعم بدام على الدعم يبقى دي مين الجزور الداعمة الإجابة ايه يا ولاد الجزور الداعمة اللي موجودة في أشجار الكبوك الجهاز المسؤول على إنه يمد جسمنا بالعناصر الغذائية يبقى جهاز من أجهزة الجسم يدينا أكل ويدينا طاقة أقول له عرفته يبقى ده الجهاز مين الجهاز الهضمي طالما بيمدنا بالعناصر الغذائية كده حلنا كل التدريبات على الدرس من كتاب الأضواء يارب تكون سهلة وحلوة ومفهومة بإذن الله وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعوكم مستر حامد البيومي